طلاب السنوية العامة بيكونوا في حال التوتر وقت الامتحانات وكأن السنوية العامة هي نهاية المطاف أو الطالب لو ما جابش مجموع زي أخوه أو قريبه أو جاره هيبقى فيه مشكلة بيبقوا عادين قلقانين بيبقوا عادين حيرانين مش عارفين هم قلقانين على مستقبلهم ولا قلقانين من ردود أفعال أهليهم اللي هم قلقانين أكتر منهم يعني خلينا نقول إن ناس كتير جدا دخلت كليات قمة ومشتغلتش بشهاداتها اللي اتخرجت بيها وفي ناس دخلت كليات متوسطة واشتغلوا بشهادات أعلى منهم كتير إزاي نغير الحالة دي من التفكير إزاي نغير حالة الضغط دي عند الأسر المصرية ونعلم أولياء الأمور ونعلم طلابنا إن هي مش نهاية المطاف إزاي نطمن أولادنا وهم يعني في مقتبل العمر وفي مقتبل أهم سنة دراسية في حياتهم بصحبتنا الدكتور أهلا منصور وأستاذ علم الاجتماع هتكلمنا عن طريقة تعامل المجتمع المصري مع السنوية العامة والطريقة الأمثل لعلاج هذا الأمر أهلا بك يا دكتور أمنا ورحمة أهلا بحد نهاية المطاف في آخر محطة من المحطات رغم إن إحنا في حياتنا العملية شفنا أطباء ومهندسين يشتغلوا في التنمية البشرية وشفنا ناس خرجين تجارة وحقوق يشتغلوا مبرمجين يعني الآيات معكوسة جدا والسنوية العامة ما هيش نهاية المطاف لا بالنسبة لده ولا بالنسبة لده تعليق حضرتك هو طبعا كلام حضرتك صح تماما يعني السنوية العامة لأن هي نقطة مفصلية يمكن مع تغير الفكر وعدم العمل بالتخصص زي ما سيادتك تفضلت وقلت ده سلاحزه حدي ممكن يفتح فرص كتير لحد أنه يغير الكرير بتاعه في مرحلة معينة ويعمل بقى الحاجة اللي بيحبها في الوقت اللي بدأ يدرك هو بيحب إيه الحاجة التانية فقدان الحاجة السلبية بقى فقدان جزء كبير جدا من حياة الإنسان في دراسة هو موظفهاش ولا استفاد بيها فالحالتين احنا محتاجين نزبطهم شوية طب نزبط إيه السنوية العامة نظام اجتماعي مش نظام تعليمي يعني إيه نظام اجتماعي يعني أنا بدخل الطالب في سنة مفصلية بقوله السنة دي هتحدد مصيرك لا مش أكتر من كده أن مصيرك ده هيتحدد من خلال مكتب تنسيق بيفرق فيه الربع درجة والنصد درجة ونعمل مسميات بقى لكليات قمة وكليات أقل وكليات نظرية وكليات عملية دون مراعاة للموهبة أو الاهتمام أو القدرات أو التصور المستقبلي المرحلة أبعد لما هتخرج كل ده مش مؤهلين ليه لا الاهالي ولا الطلبة ولا من يضع نظام السنوية العامة من خلال امتحانات عبارة عن مجرد الغاز حتى وضع الامتحان مهارة قياس قدرات قياس مواهب من خلال النظام توزيع على الكليات بيعتمد على الربع درجة والنصد درجة أكتر من الاعتماد على المواد المرجحة أو القدرات أو الموهبة أو التصور المستقبلي كل ده في خلل في السنوية العامة هذا الخلل ليس وليد اليوم أو فترة قريبة ولكن هو على مدار سنين طويلة في حياتنا لكن يمكن كان ده زمان كان ليه شوية مصدقية لأنه اللي كان بيدخل كلية بيتخرج يشتغل بشهادته إذا إحنا لما عملنا دراسات في الفترات الأخيرة لقينا أن أكتر من 76% من الخر يجين ما بيشتغلوش في التخصصاته 76%؟ 76% ده دراسة تمت على الأجيال إيه؟ من حوالي يعني خدنا من 10 سنين فاتوا لقينا أن 76% من خريجي الكليات دي دراسة صظيمة جدا جدا والخطير زي ما سيادتك قلت ليه كليات اللي كانت بتدعي أو كنا بنتدعي أن هي كليات القمة زي الطب والهندسة والسيدلة والأسنان هو اتخرج اشتغل في حاجة تانية تماما كتير أنا عرف ناس كتير بالضبط وعلى النقيد برضو التجارة والحقوق والأداب ليه يشتغل سوشيال ميديا يشتغل برمجة أنا بقول لحضرتك يعني يمكن قول الكليات دي اللي إحنا كنا نعتبر الكليات النظرية هي ثقافة وبعد كده بيبقى التخصص مفتوح قدام الخريج لكن الكليات العملية المفروض هي إعداد مهنة إعداده لممارسة مهنة معينة داخل المجتمع فلما تلاقي اللي قاعد يعد المهنة ده على مدار أربع سنين أغلبها كمان خمس سنين أو لطب ست سنين وبيتخرج يلغي الفترة دي من حياته عشان يبتدي بمهارات جديدة عشان إيه؟ عشان أنا ما عنديش النظام؟ عشان هو ما كانش عايز الكليات دي ودخلها عشان استخصر مجموعه أو ضغطه المجتمعي ولا عشان بعد دراسته ليها هو اكتشف أنه هو مش بارع بما فيه الكفاية ولا عشان هو محققش ذاته أثناء الدراسة دي شو في كل الأسباب دي مجتمع؟ يعني إيه؟ يعني الطالب هنا في مرحلة سنوية العامة هو ليست صغير وستعد بيبقى فرحان بالمجموع الدرجات ومستخصر درجاته أنه يروح لكلية أقل شوية في القبول في الدرجات فبيبقى العامل المرجح بالنسبة له وأنا مجموعي هيوديني فين؟ أي وأنا مجموعي هيوديني فين؟ يعني الكلية اللي واقف عندها مجموعي طيب يدخل في دراسة قد تكون شوية شيقة أو شوية على غير رغباته ولكن هو بيكمل عشان يثبت جدارة أنه دخل الكلية دي اللي هي بيعتبروها المحسين بأنها كلية القم وبتدي الأب والأم هنا وكل اللي حوليه غزوا فيه الرغبة في الاستكمال في هذه الكلية أو لما بيجي يتخرج بيبتدي يحود النظرة بتاعته أو زوية الاتجاه بتروح على سوق العمل وسوق العمل في الفترة الأخيرة بيقول لنا إيه هو الوضع المادي إيه هي المهنة اللي هتكسبني أكتر واللي هتحقق لي ربح سريع الحاجة الثانية اللي ممكن يكون مع بعض القطاعات اللي هترضي مواهبي ورغباتي مع قطاعات أخرى اللي هتعمل لي بوزيشن مع قطاع تاني اللي هتديني ظروف تعجبني من ظروف سفر من طريقة شغل من طريقة حياة فيبتدي هنا بعد مرحلة النطج اللي هو خلاص تتخرج من الكلية وكأنه لسه بيختار الكرير بتاعه من أول وجديد لأن إحنا ما دربناهوش ما ساعدناهوش من أول المواد المؤهلة مفروض كل من يقول عشان كده النظم التعليمية للأسف شوية اللي بتعتمد بس على الدرجات وعلى مجرد الامتحان الواحد اللي هو السنوية العامة أو الامتحان الواحد أو الدرجة الوحيدة اللي قد يكون طالب موفق أو غير موفق فيها مش بصرف يعني مش أكيد بتقيس قدراته لقدراته العلمية ولا قدراته من ناحية الميول أو الموهبة لأنه بتتدخل الظروف وبتتدخل عوامل كثيرة جدا نهيك بقى عن المنظومة كلها من أول ضغط الأسرة لتوتر السنة من بدايتها من أول يوم فيه توتر صحيح مع استهلاك الوقت والطاقة والجهد في العملية التعليمية من مدرسة لدروس لسنتر لتحصيل وكأنه هو دواء هيشربه لازم يشربه في الوقت ده في بعض الطلبة من الضغط بيحصل لها حالة من حالات الرفض أو النسيان أو عدم القدرة على التركيز لأن السنة طويلة وهو بديها الناس بتبتدي من بدري من أول الأجازة بتاعت السنة صحيح اللي قبلها مع ضغط مستمر فبيجي في فترة هو مش أكيدة ويرهق مادي لأسرته في دروس نهيك عن إنه ده كله بيجي في امتحانات للأسف مش موضوعة بالمهارة الكافية ما بتقسش مواهب ما بتقسش قدرات ولكن بتعتمد على قياس ملكة الحفظ فبتخرج لي جهاز تسديل أكتر من إنه قادر على الربط والاستنتاج والتحليل للمعلومة طيب دراسات علم الاجتماع بتقول إيه في هذا الأمر إزاي رصدت سنوية العامة في المجتمع المصري تأثيرها السلبي على الأسر وتأثيرها السلبي أيضا على الطلاب من خلال وعلى المجتمع على فترة هل في أبحاث تكلمت في ده الجديد منها قال إيه في ناس كتير في أرقام يعني قولي لنا موجود عندكم في كلية في إيه مش في كلية بالضبط يا مش لازم يكون في كلية بالضبط لكن في دراسات في علم الاجتماع وفي الخدمة الاجتماعية وفي علم النفس وفي الدراسات المجتمعية بشكل عام بدأت ترسل ده لدرجة أنه أصبح المصطلح الدارج في المجتمع بوع بوع السنوية العامة مرعبة يعني وتلاقي الأم والأب والأسرة كلها عندنا حالة توتر لشان عندنا سنوية عامة مع أنها سنة دراسية عادية زي أي سنة الحاجة الثانية أنه ما عندناش يعني دايما لما عملنا قياسات بقى للرأي ولرأي الأباء والأمهات هو الضغط المجتمعي أيها مع تغير أدوات أو أليات سوء العمل بيتغير النظر للسنوية العامة يعني مثلا كان أيام ما كان فيه تكليف لخريجي كليات التربية وكانوا بيخرجوا على طول على سوء العمل كانت كلية التربية من كليات القمة وكان المجموع فيها بفوق 90% أول ما تلغى التكليف نزلت الطموحات بالنسبة للتحاق بالكلية كل أقسام البزنس دلوقتي في كل الكليات سواء كانت كليات جامعات حكومية أو جامعات خاصة علي إقبال شديد جدا ليه النظر لسوء العمل بالإضافة طبعا للنظرة التقليدية اللي هي لست موجودة كتير قوي في الطبق الوسطى أو في الريف المصري اللي هي كلية الطب وكلية الهندسة واللي هي الكليات القمة زي ما كنا بنقول طبعا مع انتشار التعليم الخاص وجود الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية خف شوية من بعبوا سنوية العام ليه لأنه أصبح قدام الأسرة المصرية بديل إذا ملحقش كلية لهو نفسه يدخلها في الجامعات الحكومية فهناك بديل كان زمان بس ده قاصر على اللي يقدر يسفر ولاده برا يكملوا برا لكن حاليا أصبحت حتى الجامعات الدولية لها فروع في مصر وفي الحقيقة ده كان نوع من أنواع الحلول اللي خففت شوية من هاول السنوية العامة لكن برضو لا يزال مرتبط بالقدرة المادية بس دكتورة القصة كمان أن الولاد بيجوا في مرحلة معينة في الكلية يبقى مش عارف هو عايز يكمل ولا مش قادر يكمل وحول ولا ما حولش ولو جاي حول أهله حيتخضوا جدا ولو استمر في كلها ومش عايزها هو بيبقى حس انه ضايع ولو حول من غير ما يقول لهم تبقى مصيبة أكبر وأكبر الولاد بترقى محصوطة في مفترق طرق في مرحلة ما بعد السنوية العامة كمان بالزبط هو طبعا دي حالات إلى حد ما حالات فردية بيكون درجة الحوار داخل الأسرة مش كافية درجة نطج الشخصية مش كافية درجة إدراك الأب والأم لقدرات ولادهم واهتماماتهم فبتنتج عن ده المشاكل اللي حضراتكم بتكلموا فيها لكن يمكن الأغلبية بقى اللي هي مش بنقول عليها حالات فردية ولكن أصبح توجه عام أنه يصبر لغاية لما يتخرج وبعد كده يقول لهم أنا جبت لكم الشهادة أهي بس أنا هروح أشتغل في حاجة تانية سواء بيقول ده للأب والأم أو بيقولوا لنفسه في بعض الأحيان يعني هو نفسه بيكمل عشان يبقى معه الشهادة لكن هو عارف أنه مش هيشتغل بالشهادة نهيكة لأنه حتى اللي هيشتغل بالشهادة والتعليم لا يزال حتى الآن بيعتمد على الامتحان الزاكرة على درجة التحصيل في الحفظ على معلومات إلى حد ما قديمة غير محدثة باستمرار في إطار الدراسة الجامعية نفس الأسليم المفروض أنه المفروض خلاص مع التطور التكنولوجي يبقى كل الامتحان أوبن بوك ده برغم الأوبن بوك اللي بابوت في الكلمة الامتحانات ده برغم الموجود في الامتحانات لسه لما يمتشر بالقدر الكافي إحنا اعتمدنا على البافلشيت والامتحانات بالكمبيوتر لكن لسه ما طورناش نفسنا لسه برضو على قد الزاكرة ما طورناش نفسنا على إحنا ندرب الطالب على مهارات الربط والاستنتاج والتحليل واستخدام المعلومة أكتر من حفظ المعلومة عشان كده بيجي أول ما بيتخرج هو اللي حفظه خلاص تحطه في ورقة الامتحان ونسيه لأن ده قليات الحفظ أنا حفظت مجرد السؤال استدع المعلومة تحطت المعلومة على الورقة أنا خلاص بعمل لها دليت ودخل على معلومة أخرى طب إيه اللي بيحصل بقى أول ما بيدخل سوء العمل بيبتدي تعلم من أول وجديد وبيبتدي هنا خلاص مع تطور الأجهزة التكنولوجية أنا مش عايزة حفظ كل المعلومات اللي أنت حفظها أنا مش عايزها أنا عايزة قدرتك على أنك تربط وتستنتج وتحلل وتفسر المعلومات دي وتفضل تشتغل عليها في إطار عملي فبيبتدي وكأنه بيبدأ من البداية وتلاقي حتى أصبح مصطلح واضح عند كل المديرين اللي رايح يشتغل معاهم يقولوا إيه سبقى الكلام اللي أنت درسته وتعلم من أول وجديد فدي مشكلة تانية لأنه بيشعر هنا بفقدان القيمة للسنوات فقدان الهوية لا يعني ميش خافي على الناس كتير وأصبح الطالب بيجد تميزه في مهارته في اللغة والكمبيوتر ودي مش محتاجة قوي دراسة جامعية وأصبح كمان سوء العمل بيركز قوي على المهارتين دول طب فين بقيت المهارات الخاصة بالتخصص فهنا محتاجة أولا نظرة تكاملية لسوء العمل والتعليم لأنه بداية مشاكل سوء العمل بتبدأ من عند مكتب التنسيق في السنوات العام لأنه مفترض أنه مخرجات نظام التعليم هي مدخلات سوء العمل وبالتالي نظام التعليم لازم يبقى عينه على سوء العمل سوء العمل بكل ما فيه من مهن مستحداثة لأن المهن أصبحت مستحداثة بدرجة كبيرة نتيجة للتطور التقني والتكنولوجي فإذا أنا ما كانش عندي استراتيجي من البداية من وانا لسه في الإعدادية كمان بعد مرحلة التعليم الأساسي يعني مرحلة التعليم الأساسي بعدها لازم أبتدي أدرب وأهل وصنف لدخول سوء العمل مرورا بقى بالدراسة السنوية والدراسة الجماعية أو الدراسات العليا فمفروض أن أنا بقى عيني على خريطة سوء العمل بالضبط من أول التعليم الأساسي بنشكرك دكتورة دكتورة هلا منصور أستاذ علم الاجتماع يمكن يديت لنا كده رشدة لكل الأسر المصرية إزاي أن إحنا نتعامل بشكل منطقي وبشكل علمي مع امتحانات السنوية العامة ما هيش بوعبع هي سنة زي أي سنة وفي النهاية سوء العمل لمتطلبات تانية خالص وفي النهاية ولادنا ممكن بعد كل سنوات دراسية جماعية ياخدوا مصار تاني خالص فما فيش داعي لكل ما يعني بنشوفه من قلق في أسرنا المصرية أكيد